لا تستقر سوق العملات والصرافة في العراق وتهتز معها كل يوم قيمة الدينار العراقي الذي بات في أضعف حالاته بعد خفض سعر صرفه منذ نحو سنتين أمام الدولار في أزمة كان سوء التخطيط وغياب الرؤية الاقتصادية أساسها كما ترى اللجنة المالية النيابية والتي تقول علنا إن البنك المركزي والحكومة فشلا بتحقيق الاستقرار المالي ما حفز مهربي وتجار العملة ومن أمامهم مصارف بعينها لجني أرباح خيالية من مزاد العملة الذي يديره البنك المركزي ويشير عضو اللجنة المالية النيابية النائب محمد النوري إلى أن إجراءات البنك المركزي غير حقيقية وتفصل على مقاس مجموعة مصارف محددة على رأسها المصرف الأهلي الذي حقق طفرة بين عامي 2019 و2023 ذلك بأرباح ارتفعت من 9 مليارات دولار إلى 137 مليار من مزاد بيع العملة في ظل سيطرته على 30% من هذا المزاد فضلا عن الفواتير الضخمة والتي يتم من خلالها احتساب سعر السلع المستوردة بالدولار بأضعاف قيمتها الحقيقية واقع وقفت أمامه حكومة السوداني موقف المتفرج دون تقديم معالجة حقيقية تأثرت بسيطارة الأحزاب على مفاصل الدولة والمنظومة المالية بالخصوص وتؤكد صحيفة انديبندند عربية من جانبها أن هذه الفوضى الاقتصادية أدت إلى نمو مافية مرتبطة بالخارج تعتمد بنشاطها على التهرب الضربي والقمركي وتمويل دول الجوار بالعملة الأجنبية وبالعودة إلى اللجنة النيابية البرلمانية يبدو أن ثقتها كما الخبراء الاقتصاديون ليست كبيرة بالحكومة مع كشفها عن فقدان 35 تريليون دينار عراقي أدخلت قبل فترة إلى العراق في وقت تؤكد أن نظام التحول الإلكتروني لمراقبة التحويلات المالية للدولار والعملة الأجنبية في العراق غير مكتمل مع عدم وجود قاعدة بيانات واضحة لدى الحكومة وفلتان المنافذ الحدودية تلك التي تأتمر بأمر الميليشيات الموالية لإيران والتي حرمت مصارفها من التعامل بالدولار وتريد حاليا تعويد خسائرها بشتى السبل ترجمة نانسي قنقر